موسيقى حياكم والله مشاهدين من يديد ويا مرحبا بكم لأن المنازل لعناوين التعكس شخصية أصحابها والمعبر الأول عن أذواقهم يعتبر الديكور الخارجي للمنزل عتبت الدخول لروعة التصميم الداخلي والصورة الأولية عنه لذا لابد من الاهتمام بها بما يعطي شعورا بالراحة والجمال لحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع معنا في الستوديو المهندس محمود اللحام وصمم ديكور صباحك خير حياك الله سهلا بك في صباح الشارقة بما تكلم عن التصميم الخارجي قبل أن نطلع للحدائق والبيت نفسه هل كم يأثر الديكور الخارجي للمنزل نفسه في وقتنا هذا حتى صحيح الآن بالنسبة للبيت الخارجي من بره نحن نكتب عن الهوية الأولى للمنزل نعم فأحنا قبل أن ندخل على البيت فأحنا أساسا نحكم على البيت وجماليته من بره يعني من الحديقة من الجدار من شكل المنزل من بره وطبعا ينقسم هوية المنزل من الخارج لقسمين الأولى هي الكلاسيكي والطابع الكلاسيكي والثاني هي طابع المديرن الحديث طبعاً لكل طابع له أشخاص بتفضلوا وحسب طبيعة البلد التي تكون متواجد فيها البيت طبعاً وطبيعة المنطقة التي متواجد فيها البيت مثلاً المنطقة هذه أغلب البيوت فيها كلاسيك مثلاً يفضل أن نعمل كلاسيك في مناطق ثانية ممكن تكون مديرن مثلاً يفضل أنها تكون مديرن هل مساحة البيت ممكن أن تؤثر على شكل الديكور الخارجي للمنزل يعني فيه بيوت مساحة المكان الخارجي ضيق مثلاً عكس البيوت الثانية ممكن أن يكون مكان واسع ممكن لكن ليس بالضرورة يعني هو أهم شيء مثلاً بالديكور الخارجي للبيت اللي هي الارتفاعات البيت كل مكان مرتفع أكثر كل مكان أجمل يعني خاصة يعطي شموخ شوي شموخ شوي نعم صح المساحة الخارجية اللي يعني خلينا نقول احنا نسميه مثلاً الساحة اللي داخل البيت هل هناك مثلاً طريقة معينة لتقسيم المكان ولا أنها مثلاً في ناس تزرع بس يعني عشوار لا طبعاً لازم أول شيء الانتباه للقياسات نعم والأبعاد في تصميم الحديقة مثلاً أبعاد اللي هي مناطق دخول السيارات عن الحديقة كمان نستطيع أن نحكي اللي هي توفير مجالس شتوية توفير أماكن للاعب الأطفال توفير ما مشى حول المنزل يعني في الحديقة توفير مساحات خضراء طبعاً هذا أهم شيء بالحد أكيد يعني بنتكلم بما أنك يعني ذكرت نقطة المساحات الخضراء بنتكلم عن حديقة المنزل شو الأشياء اللي ممكن أن تتوفر في حديقة المنزل بحيث أن تجعل من الحديقة مكان مناسب مكان للراحة مكان جميل في نفس الوقت صحيح حديقة المنزل هي طبعاً كلنا بنعرف أن هي بتعزز اللي هي تواجد العائلة فيها وبتكسر الملل اللي هو دائماً غالباً ما يصيبنا يعني داخل البيت فتوفير مثلاً جلسات الشتوية الباربيكيو وأماكن للعب الأطفال اللي هي أماكن ويكون مثلاً ذات طابع شوي طبيعي عشوائي يعني ما يكون نحن شفنا قبل شوي في بعض الصور الحدائق يعني ما شاء الله الحدائق صارت الحينة يعني فيها يعني رقية عجيب يعني بالنسبة لاختيار الأثاث لاختيار الأثاث على أي أساس تم على لون مثلاً المساحة الموجودة ولا ممكن أي شيء شوفوا عادةً اختيار الأثاث الحدائق بيكون شوي يعني أريحية أكثر من باقي أنواع الأثاث الثانية خاصة أنه بيكون شوي في محدودية ما في تنوع كثير بس أهم شي نركز على نقطة أن يكون آمن بالنسبة للأطفال الخاصة بالزوايا يعني ما تكون زوايا حادة وثاني أن يكون يتحمل الظروف الجوية خاصة أنه بيكون يعني بره يعني موجودة بالحديقة أغلب الوقت نعم في سير يحبون الخصوصية إذا بنتكلم عن جدار المنزل أو سور المنزل فتشوف في بيوت فيها جدار لكن تكون مرتفعة شوي عكس في بيوت ثاني للجدار يكون هذا بنتكلم عن تصميم السور أو الجدار المناسب للبيوت بشكل عام تصميم الجدار طبعا هو في معايير معينة نحن من التزميم فيها لكن تصميم الجدار مثلا لازم يكون في أشغال حديدية ممكن نزينه بالأشغال الحديدية أو الإضاءة الداخلية يعني في أشكال معينة وممكن يكون يعني من ناحية الارتفاعات هذه نحط أشجار حوالي نحن في بعض البيوت كإطار حوالي المنزل يعني كبارتشن قماش يحطون ساعات مثلا على ارتفاع الجدار مثلا على اساس أن حاجز يعني يكون صح أو بارتشن زجاجي مثلا في الأعلى حيث أن يكون بدور يعني ما بين إذا ما تكلمنا يعني عن الإضاءة داخل الحديقة ما شاء الله في بعض البيوت تحس أن ما شاء الله يعني فندق وايض إضاءة يحطون في بعضهم لا في مثلا زخم الإضاءة لكن بشكل أنيق يعني وفي بعضهم يحطون إضاءة بسيطة لكن تحس أن المكان بعد أجمال يعني صح يجب التركيز أهم شيء بالإضاءة أنها تكون يعني قبل ما نحكي عن الجمالية بالإضاءة أنها تكون آمنة خاصة بالظروف الجوية وخاصة أنها قريبة من متناول الجميع يعني هذه واحد ثانيا الإضاءة بتكون بالحدائق بالممرات مثلا الإضاءة الأرضية اللي هي فيه كمان اللي هي السوفت بوكس مثلا الإضاءة الناعمة إضاءة تحت الأشجار مثلا لكن غالبا يفضل أنها تكون مضادة للماء وتتحمل الظروف الجوية هذه أهم نقطة لأنها ممكن تكون خطرة يعني بعض الأحيان نظام الأمن يعني مهم جدا في مجال الإضاءة والكهرباء وهذه الأمور إذا نتكلم عن المسبح يعني نحن شفنا في الصوار هنا حديقة منزل وفيها يعني مكان مخصص للشواء مكان مخصص ممكن للقعدة الأثاث الديكور اليلسة فالمسبح هل ممكن يكون في الحديقة نفسها أو ممكن يكون مكان ثاني؟ والله يفضل هو المسبح أن يكون خلف المنزل مش بأمام المنزل الخاصة أنه أنت بتعرف المنسبح أحيانا بشكل خطر على الأطفال يعني ممكن أن يكون بغياب الأهل مثلا شكل خطر عليهم لكن هو يفضل أن يكون يا إما مغلق يا إما يكون في الساحة الخلفية للمنزل بحيث أنه يكون الوصول إلىه صعب إلا عن طريق مثلا يعني أهل البيت نعم يعني حتى ساعة تحطون مثلا مثل السياج أو مثلا غرفة مغلقة مثلا تنقفل فيها تحكم الصح فيها تحكم بس يعني يعتبر شيء ثانوي حتى بالعكس ممكن أن يأخذ مساحة كبيرة من الحديقة وبعدها ما شاء الله حواظ السباحة مواسم يعني ممكن أن يستخدمونها صح 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 ونشوف دائما يبقى لتنظيف دوري الأمور هذه فتأخذ ساحات يعني يحتاج لصيانة دائما صح يعني أحيانا إذا ما بتكلم عن الأخطاء الشائعة مثلا في المساحات التي تستغل بشكل خاطئ أو بشكل خطير خلينا نقول يعني مثلا زي ما حكينا من قبل عن المسابح نحن تكون مثلا ممكن مقدمة البيت هاي يعني تعتبر من الأخطاء ثانيا اللي هي زراعة الأشجار الشائكة مثلا عدم الاهتمام بالشجر زراعة النباتات مكتملة النمو يعني يفضل أنها تكون لسه نبتة صغيرة مثلا ما تكون مكتملة النمو لأنها خلاص يعني مع الوقت يعني رح يسير فيها وثالثا اللي هي يجب عمل تصميم قبل البدء بالتنفيذ لأن الحديقة بتنعمل لمرة واحدة مش زي البيت مثلا ممكن تغيير بشكل دائم هذا شيء ثابت ما بنقدر نتغير ولا هيك يجب التصميم قبل أي شيء ثاني يعني ما يكون الموضوع عشوائي يعني أكيد يعني في أغلب البيوت نشوف المساحة الخارجية مغطاية بالأنترلوك المتعرفة اللي نحن نعرفها لكن في بيوت نشوف هناك سطح المكان أشياء مبتكرة أفكار مبتكرة يعني كيف نحن ممكن نضيف هذه الأفكار بأن نحن نطبقها في حديقتنا ممكن نستخدم اللي هو الموزيك طبعا اللي هي أحجار الموزيك أو مثلا الحجر الطبيعي أو مثلا القرانيت نظرا لتحمل الحرارة وفي اللي هي الإضاءة الأرضية كمان ممكن اللي هي ستون اللي هي أحجار مضيئة في الأرضية يعني ممكن نستخدمها دائما تكلمت عن هذه الإبتكارات الجديدة يعني بس تتكلمونا بحكم خبراتكم في مجال التصميم يعني اليوم التقنيات الجديدة اللي وصلت لها يعني استخدامها في الحدائق الخارجية للمنزل أو حتى الوجهة الخارجية للمنازل غالبا بالحدائق الخارجية كان التركيز أكثر شيء على التقنيات بالإضاءة طبعا الإضاءة هي غالبا ما تكون تحكم الأفضل بالحديقة لأنه ما فيه شيء ثاني مثلا ممكن نحطه بالحديقة لأمورها يعني نحن شفنا في الصور أنا شفت اللي في فنت انتباهي فيه قاعدة خارجية وفيها مكان خاص للعب هذا المكان هل ممكن يكون في الحديقة أو وراء البيت أو جدام البيت ممكن يكون بالحديقة لكن يفضل أن نكون بزوايا الحديقة ما يكون منتصف الحديقة بالزوايا خاصة لإبعاد الأطفال عن مناطق التي هي مثلا الجلسة الشتوية أماكن المياه يعني يكون منطقة اللاعب شوي محدودة وبعيدة عنه فيه ساعات بعض الساحات تكون صغيرة وصاحب البيت حابب مثلا حاط في باله أنا أبغي أخي شلال الماء هذا لازم حلمه يحط شلال الماء داخل البيت أو النوافير مثلا عنده مساحة صغيرة ويحط مثلا يعني شو أنسب مكان يحط مثلا النافورة هل في الزاوية أم في النص إذا كانت المساحة يعني بالله هي حسب لكن بالزاوية يفضل في الزاوية يعني يفضل خاصة أنها إذا كانت المساحة صغيرة أو إذا كانت المساحة كبيرة ممكن نعمل أفكار أو ابتكارات جديدة مثلا ممكن كممرات مياه أو شيء من هالنوع يعني يعني ممكن حتى لو كانت المساحة صغيرة ممكن أنه يعتمد على التقسيم يعتمد على التقسيم بالتقسيم والأبعاد زي ما حكينا بالبداية لكن يجب أن يعني زي ما حكيت لها تكون هندسية يعني تكون مدروسة ما تكون بشكل عشوائي يعني لأنه ما في مجال للخطأ بالحديقة صحيح يعني نحن نرى كثير من التصاميم أن البيت يكون في نص قطعة الأرض في النص فما يعطي مساحة صح على الأطراف ففي بيوت لا يعني مثلا تأخذ في آخر قطعة الأرض القطعة الأرض وفي بيوت في بيوت أول قطعة صح هذه لها تكون مدروسة وللأمان بلدية الشرق يعني مركزة على هذا الموضوع أنها صرت تلزم أصحاب المنازل بارتدادات معينة بحيث أنها تحافظ على شكل معين خلف البيت يعني وعلى الأجناب نعم وفي بيوت أنا ألاحظ أن الحديقة تكون على اليمن على جانب المنزل ففي نفس الوقت كل الأمور ممكن تتكوّل في مكان واحد يعني القاراج السيارات وممكن أن تكون في مكان واحد صح هذا خطأ هذا خطأ أنها تكون على جانب البيت لأننا نتحدث أن الحديقة هي هوية للبيت أي شخص يدخل البيت أول شيء يرى هو الحديقة سوف يقوم على الجمالية الحديقة نصيحة أخيرة مهندس محمود لمشاهدين الكرام نصيحة أخيرة تصميم قبل البدء بالتنفيذ جميل إذن مشاهدين الكرام كل شكر والتقدير للمهندس محمود الأحام وصام الديكور مثل ما أتفضل التصميم قبل التنفيذ يعني بعد التنفيذ خلاص ما ينفع يعني ممكن تحسن صعوبة في التنفيذ لاحقا نطلع فاصل قصير ثم نعاود فقراتنا لصباح الشارقة ولنا عودة وتريونا إن شاء الله تعالى